هنا عندنا معيارية. المعيار الاول فيه رئيس لاجت حكام وحفاظ الحكام نفسهم على اسميهم. وندي مثال بسيط. كلنا اشدنا بالاداة اللازي قضامه الكابتن محمود البنة في مباراة القنة. وما عندوش ولا خطأ. بلنسبة كما كريم. لا تسعة وتسعينش مئة بالنسباني. ما عندوش ولا خطأ. اثر على لفكت المباراة. لا تسيبك من التأثيرات على النتيجة. فين الشخصية. معلش. يا كابتن عصاب دي احنا بنتكلم على كورة طرد مباشر. كابتن محمد عروف. رايح يدي انظار. وحكم الفار حكم الفار في كورة. القانون بيكبره. القانون بيكبره. ان يقول له خلي بالك. اللعبة دي تستدعي الطرد. تعال اشوفها في اللي سكرين. ما قالوش. كورة. في الشروط الاول. في الدي اسطة واربعين. ركلة جزاء فاضحة. بتاعت محمد هاني. ما استدعوش. تخيل استدعاه في هين. في اللعبة اللي ما فيهاش اي ضرب الجزاء. بتاعت حسين الشحات. عشان كده. تخيل. ما تاخدش ان الاسوء الاقل سوء. لا 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 لا. نقطي كل ذي حق نحق. السؤال هنا. انا بس بتعايز اروح لحتة التقييم. لا جاي جاي جاي. جاي لك بس. فاي مؤسسة. في مدير معاه. الناس بتشتغل معاه. اكيد بيقيمهم. الكابتن وجيه احمد. رئيس لاجنة الحكام. انت الاسبوع اللي فات. نتكلم بقى في اللي جاي. ساكم اللي فات. الاسبوع اللي فات. في مصابقة الدول. بكل خبراء التحكين. مطشين. الزامانيكو البرامت والاهلي والمحل. شهدوا اخطاء تحكيمية فجة. باعتراف الجميع. باعتراف القنوات على المحيدة للحياد. باعتراف خبراء تحليل قناة النادي الاهلي الرسمية. باعتراف حكام قناة النادي الزمالك الرسمية. الجميع التفقيل. هنا في طرد وركل الجزاء مش صحيحة. وهنا في ركل الجزاء صحيحة. وطرد لم يتم. لم يحتس. انا بقى مكالي كابتن وجيه احمد هجيب حكامي. قبل الاسبوع الجاي عندي مطشين خاطرين جدا. خد بالك عليش. انا قسف على معطاتك الجزاء دي. انا بس بتكلم دايما الجمهور بيبقى حاضر. خد بالك انه الفار النهاردة كمان بقى بيساهم بشكل جيد جدا في تأجيج غضب الجمهور. صح صح. يا احنا جبنا لك ادام وساعدة. طبع. طبع. وانت بتستخدم بتستخدمها استخدام خاطئ او استخدام. لا استخدام يسير الشك. ليس سيهلك المثل اوه. المثل. كرة محمد هاني لم تستدعي الحكم. فكرة حسين الشحاد انا بقول لك اهو. كرة حسين الشحاد. ما فيهاش ايراك للجزاء. استدعيته. ليه? عشان يباني المشهد ان انت قلت له تعالى شوف اللعبة. فتاني احنا عدنا ده. انا بحط مكاني النهاردة مكان الكابتن وجيه احمد. بكرة عندك مطشين مهمين جدا. انت هتقول لحكامك ايه بكرة? السؤال انا اطلع من ازمة هجيبهم يا جماعة بالله عليكم. ما تحطونيش في ازمة اكبر من كده. راعوا راعوا اسماء كنتم. يعني مثلا مثلا ابروهلك اهو الكابتن جهاد جريشا. انهى على حياته في التحكيد. باللي عمله. خلاص انهى على حياته. تماما. الكابتن ساميل عثمان قال له تخيل قال له. على الهواء. بيقول له حافز على اسمك احب اسمك اكتر من حبك لاي نادي. تخيل لما زميل ليك في المجال يقول لك هذه الرسالة على الهواء. ايه اللي يقصب بيها? فتاني انا هنهي كلمتي سريعا. انا شعر في احنا متأخرين. تاني الكابتن وجيه احمد لازم بكرة ما نشوفش بكرة في المطشين اهو في المطشين. ما نشوفش لا. ما نشوفش ولا خضع تحكيمي. خبر منه منه عامل اجتمالي الحكام. ده لازم ده واجب عليه.